أحلى شعور ممكن يعيشه الأهل سواء كان الأم أو الأب أنه يكون طفلون متعلق فيهون بحاجتهم بمرحلة عمرية معينة ببادلون كتير من الحب من الحنان من الرعاية الكاملة لكن ببعض الأحيان هذا الحب ممكن يتحول ل مشكلة كبيرة ممكن يصير فيه تعلق زائد وهون ممكن نور الأهال يضطروا أن يتركوا أولادون يعني لحالهم أو مع شخص تاني هون فيه كتير مشاكل بالموضوع أكيد يمكن حالة التعلق مثل ما قالت هايدي بالبداية تكون جميلة للطرفين بس فيه مرحلة من المراحل ممكن تتحول لمرض كيف فينا فعليا مفهوم التعلق تدريجيا الأم فعليا تعلموا لطفلة من البداية مشاهم ما يكونوا له آثار سلبية على نفسية الطفل وحتى على نفسيتها لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنى الاختصاصية التربوية راما حمود يا سعد صباحك أهلا وسهلا فيك يا سعد صباحك راما أهلا وسهلا فيك بداية راما كلنا منعرف أن الأطفال بمرحلة عمرية معينة أو من عمر صغير فينا نقول بيحتاجوا أهليون كتير من لما فينا نقول لما يبلشوا يمسوا يحكوا حتى ما يدخلوا الروضة والمدرسة فينا نقول أن هون يمكن شوي يبلشوا يعتمدوا على حالهم خلينا بالبداية نعرف مفهوم التعلق شو هو هلأ بداية التعلق ممكن يظهر بكل مراحل العمر يعني أنا ما بس إنه بالطفولة لكن هو بيبدأ من الطفولة المنشأ من الطفولة التعلق هو عبارة عن مشاعر تقارب ومودة هاي المشاعر أو الحالة تظهر مشان يلبي احتياجاته فأنا سبب الأول لظهور هالتعلق هو أيوان لظهور التعلق هو أنه هالتعلق بيكون بيلبي حاجاته يعني نتيجة اضطرابات عنده طبعا أنا مرحلة الاستقلال اللي بدي ببلش فيها مع طفلي هي المرحلة بعمري العامين أنا ببلش بعده عني أو ببلش يعني علمه الاستقلالية بعمري العامين نحنا أكبر خطأ بنوقع فيه هو أنه بنتركه متعلق فينا يعني ما بنعطيه شوية استقلالية أنه يؤدي مهامه لحاله يقرر لحاله فبتظهر عنده حالة تعلق ممكن تثبب له تعلق مرضي بالمستقبل صحيح ويمكن أشارتي لنقاط مهمة معك من البداية خلينا نوقف عندها لما نقول أحيانا هي المشكلة عند تعلق الطفل ليس سبب الطفل هي أخطاء شائعة تقع فيها الأم من البداية يعني نحنا عم نقول منذ الطفولة لأنه هي بتكون الأساس فخلينا نحكي عن أسباب التعلق كيف هي يعني أو إذا بدنا نبسطها أكتر شو هي الأخطاء الشائعة اللي بتوقع فيها الأم ليكون طفلة متعلق فيها بشكل كتير كبير تقول لك والله لما صار بيسن الروضة أنا ملاقي صعوبة فعليا ليترك البيت أو أاخده أو يتركني لمدة بسيطة هلا بداية خلينا نفرق أول شيء بين أنواع التعلق إن شاء ما نخلط يعني أنه كل ياته تعلق مرضي بيكون أو تعلق زائد في عندي تعلق الآمن يلي هو حالة الحب اللي كل ياتنا بأي عمر من الأعمار بنحتاج له هو حالة من الحب لكن التعلق الأخطر هو التجنبي يعني أنا بحب هذا الشخص لكن بتجنب أن يكون على علاقة معه هذا خطير الأخطر منه أو الأكتر خطورة هو التعلق المرضي وهو اللي بيكون فيه متابعة وشك وأحيانا تفتيش ومستحيل هذه الحياة تنعاش بدون هذا الشخص إن كان الوالد أو الوالدة أو كان بمحيط المجتمع أحيانا تتعلق مو بأشخاص أحيانا بأهداف أحيانا بغراب أحيانا بأشخاص أحيانا بأشخاص أحيانا بالأكيد أكيد الأسباب اللي بتخلي هالطفل يتعلق هو بيقته اللي بينشأ فيها البيعة الأسرية يعني طريقة التعامل هالأم مع الطفل هي بتحدد إن كان هالطفل رح يكون متعلق أو بيكون بمرحلة من مراحل حياته وبيتعلم الاستقلال في عندي الشيء الأهم من هيك غير طريقة التعامل للأم هو هذا الطفل يعني طبيعة هالطفل في أطفال هنن بي طبيعتهم بشوشين ومرحين فبتلاقيهم بياخدوا الحب من مجتمعهم بدون ما يطلبوه لكن في عندي اللي هنن شوية عندون انزواء أو يعني حالة من إنه ما بيحبوا التشاركية أو الاندماج بالمجتمع فهدول صعب يلاقوا الحب فمتى ما لقوا حدا عم يبادرون الحب بدون ما يطلبوه بيتعلقوا فيه وهون الصعوبة السبب الثالث للتعلق هو أو لظهور التعلق هو عدم أعطاء هالطفل مساحته أو الحرية الكافية ليقوم بمهامه مثل ما قلنا نحنا خبراء الصحة النفسية بيقولوا أنه ببداية العامين بل شي عطي طفلك مساحته يعني بدل ما طعميه لأ خليه ياكل وما علش أنا بنظف من بعده نحنا عمنا هاي المشكلة كتير كأمهات فهي الأسباب الأساسية وأكتر من هيك هي عدم قدرة الأم على إشباع حاجات ومشاعر طفلة فبتهدده فورا بالرحيل فهو بيخاف من رحيله أو فقدانه بتعلق الزائد فبيلاقي أنه هاي الثغرة هي بتحلها أنه أنا بتعلق بوالدتي أو بوالدي يعني ممكن حتى المشكلات اللي بتظهر بالبيئة الأسرية ممكن كمان تخلي هالطفل عنده ردة فعل سلبية أنه يتعلق بأحد الوالدين نتيجة الخلافات اللي هو بيشوفها لأنه بيخاف من فقدانه كمان يعني كمان فينا نقول أنه هذا الموضوع بسبب قلق كتير كبير عند الأهالي لما الطفل بأي عمر معين سواء كان بالمراهقة أو الغير بتعلق بأشخاص غير الوسط العائلة المحيط فيه بتلاقي ممكن يتعلق ببيت جده يتعلق بحدا من أساتته بالمدرسة من رفقاته هون يمكن بيزيد الخوف أنه هذا الطفل في حال هو كتير تعلق فيهم في حال فقدون ش ممكن يصير فيه قدام هم هاي الفترة نحن ننتقي الأصدقاء صح نعلمون أنه كمان يعني التعلق مو شي زايد هلأ هو بداية وقت ظهر مفهوم التعلق أشاروا له أنه على أنه اضطراب يعني حتى التعلق العادي هو نوع من أنواع الاضطراب سبب هذا النوع من الاضطراب هو حاجة الطفل ليلبي احتياجاته رغبته بأنه يكون فيه حدا من حوله بيلاقي عنده مصدر الأمان فأنا كلما كان عندي تعلق آمين كلما حميت هذا الطفل طبعا أنا كيف بعلمه للطفل أنه يكون تعلقه أو اقترابه من حدا بشكل آمين أنه يعبر عن مشاعره السلبية والإيجابية يعبر عن ذاته ما يتصنع مشاهل ما يكون فيه تعلق مرضي لأنه أنا بتعلق المرضي بلاقي الطفل أو البالغ حتى بحاول يخفي السلبيات اللي عنده يظهر فقط الإيجابيات خوفا من الفقد هو لأنه عنده خوف من أنه يفقد هالشخص فيظهر كل الإيجابيات حتى يبقى معه فأنا هون عندي كمان تدني لاحترام الذات تدني للقدرة على التعبير عن المشاعر فالمشكلة الأكبر هو أنه أنا هذا الطفل ما عم يقدر يعبر عن مشاعره بالخوف بالقلق فأنا أول شي بشتغل عليه أنه أنا أعطيه الأمان يعني انتبه لاحتياجاته انتبه لمشاعره وأعمل على إشباع هالمشاعر طب خلينا وقف عن تلك النقطة لأنه الآن ما حكينا بالصبب الأساسي أو النقطة الأساسية هي البداية يعني نحن 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 على التربية والتنشئة للطفولة وهي كذلك سألتك عن الأخطاء الشائعة التي تقع الأم بتفكر أنها تقدم أفضل ما لديها لابنة وهي للأسف تقع بعض الأخطاء ما تقدر تعرفها نحن لهيك الهدف الأساسي ممكن نضويع هاي النقاط من البداية يعني طريقة الأمان لما أقول أنا بدي أمن لطفلي الأمان والراحة طريقة التعبير وفهم الأمان أساسا مختلف خلينا ما أعطيه خطوات أساسية يعني من البداية أنا كيف أدي ربي الطفلي خصوصا نحن بنعرف بالسنوات الأولى هذا شي إلى تأثير أساسي على نفسيته وشخصيته للطفل بالمستبت هلأ أول خطوة بخطوات أعطاء الطفل أو إبعاده عن فكرة التعلق أني أنا ما أتجاهل هذا الطفل لأنه التجاهل أو اتباع أسلوب العقاب هو العدو الأكبر لهذا الطفل رح يعلمه يتعلق بشكل أكبر لأنه أنا أولاً بيخاف من فقدي اللي هو سبب من أسباب التعلق وثانياً هو بيخاف يعتمد على ذاته فغالباً هو بيعمل كل ما ترغب به هالأم من تصرفات والسلوكيات لحتى يكون رضيانة عنه فأنا تجاهله بيسبب له نوع من التعلق اتباع أسلوب العقاب كمان بيسبب له عدم تعبيري عن مشاعر المودة له الطفل يعني في أمهات للأسف ما بيبادروا الطفل أو ما بيعبروا عن مشاعرهم هنا أكيد المشاعر موجودة مشاعر الأمومة موجودة عند الكل حتى لو ما كانت أم لكن ما بتعبر عن المشاعر يعني إذا كانت عندها شغل أو بحالة ضغط فهي بتبعد كل شي وحتى طفلة بتبعده عنها لحتى تقوم بهالمهام فأنا ممكن هون علم طفلي الروتين الأسبوعي لمهامي خاصة إذا كنت أنا امرأة عاملة فأنا من بداية العامين بما أني أنا عاملة جدوال لمهام هالطفل ممكن أنا علمه كمان من خلال هالمهام علمه مهامي أنه أنا عندي واحد اثنين ثلاثة فكلما قدرت ابني مع طفلي هالجداول كلما قدرت بعده عن مفهوم التعلق الأهم من هيك كلاياته هو أني أنا أدمجه بالأنشطة الاجتماعية وخليه مارس هوايات بعيدة عن البيئة الأسرية فقط يعني هيئة العائلة يعني كمان بنسمع كتير مصطلحات عن الموضوع إن كان اضطراب التعلق تعلق المفرد خلينا نوضح هذول الأمور ممكن عن جدوال طفل في حال كتير كان متعلق ومتمسك بأهله يكون عنده اضطراب معين بحاجة إلى دكتور خلينا نوضح هذا الموضوع حضرتك يعني اختصاصية تربوية خبرين كان في حالات عن هذا الموضوع هلا كتير في حالات نحنا أغلبنا مرينا بهالحالات بمجال من مجالات حياتنا إن كان بالطفولة وإن كان بالمراهقة المشكلة أنه أنا التعلق هو شي طبيعي بالحدود الطبيعية يكون طبيعي وآمن لكن متى ما أنا قلت أو هذا الفرد عبر بأنه أنا بدون هذا الشي ما بقدر كمل الحياة فأنا هون عندي تعلق مرضي أو اضطراب التعلق اللي حكيتي عنه حضرتك اضطراب التعلق هو اضطراب نفسي بالدرجة الأولى والمشكلة الأكبر أنه هذا الفرد بيكون من نماذج اجتماعية معايشة بطفولته أو بمراهقته هو معايش هذا التعلق مع حدا أو شايف نماذج محاكات يعني هي متعلقة وغالبا بيكون في خلل وظيفي يعني أنا ما عندي فقط أنه هي تعلم يعني أنا عم بعلم طفلي فكرة التعلق لا هو ممكن يكون خلل بأداء وظائفه يعني ما بيقدر يقوم بالوظيفة إلا إذا أخد رأي حدا التعلق بالأشياء هو التعلق المرضي أكتر هو أكتر الصعوبات اللي بيواجهها الفرد بموضوع التعلق لأنه أنا وقت بتعلق لنفطرد بالتياب كأمثى عندي شغل عندي تعليم بتعلق بموضوع التياب فأنا بدي شوف لحتى أطلع من هالفكرة بدي شوف أنه قدي أنا عم بيستخدم هالتياب هل هي عشرة بالمية؟ إذا عشرة بالمية فأنا هاي حاجتي ممكن إشبع هاي الحاجة بعشرين بالمية يعني وازني الأمور وما أكون أكتر من حاجتي التعلق التجنبي لنا نحنا هو صعب وخطر لأنه أنا على كتر ما بكون بحب هذا الأمر لكن بتجنبه بكامل إرادتي لأنه أنا بخاف من أنه أفقده بخاف أنه عبر عن مشاعري لهيك الحل الأول أنه إدارة هالمشاعر والتعبير عن الذات طبعا الحلول لهذه المشكلة بالتعلق هي بتكون بثلاث أمور ممكن أعملها أنا كفرت بالر أول واحدة هو أنه أنا ما أنتظر شي من العالم يعني لا خير ولا شر لأنه بفكرة الانتظار هي عم تحرمني متعة الحياة اللحظة صحي تماما وهي أنا عم بحكي عن الخير فما بالك إذا عم بنتظر أمر لكن هو مو خير إلي وأنا ما بعرف طبعا وقت أنا بنتظر أمر أو بس على تحقيقه ما بعرف أنه هو خير أو شر إلي ثاني شي هو قانون الزوال أو التغيير التغيير نحن بحياتنا هو العامل أكتر ثبات بهالكون كل العالم بتتغير لهيك كل ما كان عند هالفرد إيمان بفكرة التغيير كل ما كان أقل قدرة على التعلق لأنه بكل مرحلة من مراحل حياته فيه أشياء رح يتعلق فيها وفيه أفراد رح يتعلق فيهم لهيك وقت بي آمن بهالفكرة بيترك الأمور أهم شي يقام له هو التخلي يعني اترك الأمور تمشي مثل ما الحياة تعطيني إياها فما عندي مشكلة بمين إجا أو مين غادر لأنه بالنهاية الحياة إذا ما أنت تركتي شي هي رح تجبرك أنه أنت تتركي حتى ما تتعلق يعني هي طبيعة الأمور بالكون أهم شي إني أنا أعرف احتياجاتي وأعرف شو هي الغرض أو الحاجة منها التعلق وبعدين أشتغل على الإيجابيات والسلبيات بنقاط القوة والضعف الموجودة بهذا الموضوع يمكن أشرت كثير نقطة مهمة لما نحكي عن قداش فينا فعليا نعبر عن مشاعرنا وإدارة الزات هي لهيك عم نركز على الطفولة هي تبدأ أساسا من البيئة الاجتماعية ومن السنوات الأولى للطفولة ويمكن من أهم أسباب التعلق هي أساسا عدم التعبير عن المشاعر من كرة طالفين يعني إذا منحكي عن الأم أو الطفل وصابقا كانت المجتمعات متحفزة أكتر يعني إذا بدك تعبري عن مشاعرك أو يعتبروك وعم تغنجي للولد عند تخليه صير أنه مش مغنج مدلل كتير لا خليك يصار مكئم خلينا نحكي عن هاي النقطة يعني هداش مهم اليوم من يوم منذ السنوات الأولى للطفل أو البداية أن نعلمه يعبر عن مشاعر ونعلمه يعبر عن حبه بطريقته لحتى ما تكون هاي مشاعر مكبوتة ويجي أي شخص ممكن يتعلق فيه الطفل أو يكون متعلق بأمه بطريقة مختلفة أنه هي فعليا بتكون مشاعر أساسية للطفل من السنوات الأولى هلأ فكرة التعبير عن المشاعر أنا بعلمه لطفلي وقت أنا ببادله بالتعبير عن المشاعر متى ما عبرت أنا لطفلي عن مشاعري فهو رح يعبر عن مشاعره لأنه هو رح يرتاح هو الغاية من أنه نحن ما نخليه متعلق فينا هو أنه يشعر بهذا المكان هو ملاذ آمن يعني راحة فمصدر الراحة الأولى له هو والده أو والدته فكل ما كان عندي تعبير عن مشاعري أنا تجاه هذا الطفل وتجاه حتى الأشياء المحيطة فيني يعني أنا بخليه لطفلي يلاحظ أنه أنا بعبر عن مشاعري لوالده لأخته التعبير عن مشاعر هون عن الحب الغمر منش التعبير عن مشاعر بجبلك هدية بجبلك أكل طيبة هاي نقطة كتير مهمة أبداً قداش فيني أنا أحسسوا بهي المشاعر للطفل اليوم لهيك نحن عم بيكون يفترض نكون شوي واقعين وقت منستخدم اسلوب الثواب والعقاب بتربية الطفل لازم الثواب تربوي والعقاب أيضاً تربوي ما كترم التشجيع والمكافأة لأنه أو بخلي التشجيع والمكافأة على قدر الفعل اللي قام فيه الطفل حتى ما يشعر أنه هو مبالغ لا بيكون دائما في مبالغة بردة الفعل السلبية أكتر من الإيجابية عند الأغلب لازم تكون فيها توازن لهيك نحن أقلنا أول حل هالمشكلة هو الابتعاد عن اسلوب الثواب يعني بالختام حابين هيك نصائح من حضرتك للأهالي اللي بيتبعوا أسليب تربية خاطئة بيبالغوا باهتمامهم بأطفالهم ما بيقلون يتركون على راحتهم خلينا نعطي الطفل مساحته الكافية خلينا نعطي مهام يقوم فيها يشاركنا بأمور المنزل يعني مو شرط أنا أنطر لحتى يبلش بالروضة لحتى أعطي أنه اكتب واجبك أو ساعد اختك بالبيت أو إلى آخرين لا أنا من عمر العامين لأنه هو أولى مظاهر الاستقلالية ممكن أنا علمها لطفلي بهذا العمر فأنا من هذا العمر بعطيه شوية مهام لحتى يكون مساحته احترم هالمساحة كمان أكيد أكيد بختمنا نتشكرك أكيد على وجودك معنا ومثل ما قلت هي مساحة أساسية للطفل منظر كل الظروف لازم الأم والعائلة تمنحها لأن الطفول هي العالم الأجمل يمكن لي ما تأثر بكل هذه الظروف لعمنيشة شكرا كثيرا شكرا راما نورتي سباحنا شكرا لك